للمرة الرابعة في غدون شهرين ينزل أهالي الموقوفين في قبرص إلى الشارع للمطالبة باستعادة أبنائهم بعدما كانوا أوقفوا تحركاتهم السابقة بناء على وعود تلقوها من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب نيقاتي بالعمل على إطلاق صراح أبنائهم من موقوفين خلال استقباله رئيس قبرص في بيروت في أيار الماضي الموقوفون والبالغ عددهم أكثر من مئة من مناطق لبنانية مختلفة لبنين العكارية وحدها أكثر من 30 موقوفا بينهم حيث نفذ أهاليهم وقفة احتجاجية في ساحة البلدة بمشاركة المختار زاهر الكسار بإسم الإنسانية دولة الرئيس ميقاتي مثل ما يصير اهتمام بكل الناس يصير في اهتمام أكثر بهالموقوفين بقبرص ويرجعوا على بلدهم إذا عليهم شيء حكم وأكد الأهالي للم تيفي أن أبنائهم الموقوفين منذ أشهر في قبرص هم الآن بحالة صحية ونفسية صعبة للغاية وهم يؤمنون لهم ثمن الاتصالات حتى يتمكروا من التواصل معهم أنا اشتقت الله بالله بس يطلع تعبنا من عود للكيزي بقى لعرفش ما نحكي نحن شعب ميز بالاسم بس عايشين دولة طبقتنا ما بتسمعنا نطالب سمحت مفتي الجمهورية أن يشد على يد دولة الرئيس نجيب ميقاتي بحصوتني ونشف ريقني وعم نبكي كتير وما حدا عم يطلع فيني اللي عم نطلبه من كان وهو منه مستحيل عليك يا دولة الرئيس نبيه بري أنت ما رأي عليك صعوب أكتر من هاكم لبى الشعب فيه واعتبر الأهالي بأنهم خذلوا من رئيس الحكومة ومن سفيرة قبرص التي زاروها في أيار الماضي بعدما وعدوهم بإعادتهم لمحاكمتهم في لبنان متوعدين بالتصعيد في الأيام المقبلة لأن السلطات القبرصية تحاكم أبنائهم بالسجن لعشر سنوات وأكثر وهذا ما لا يحصل حتى مع السوري يذكر أن هؤلاء غادروا لبنان مع نازحين سوريين قبل أشهر في رحلات هجرة غير شرعية عبر البحر وألقت السلطات القبرصية القبض عليهم